الحديث الطويل الذي قرأت لكم مقدمته يشرح لنا الأوضاع زمان نبينا صلى الله عليه وآله ويركز القول على كبار المنافق كبار المنافقين الأسماء التي دار الحديث عنها في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة إنهم قتلتوا رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم قتلتوا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها سأقرأ بعضا من الحديث فأقبل أن نضر بن الحارث هو من جملة هذه المجموعة فسلم على رسول الله وقال يا رسول الله إذا كنت أنت سيد ولد آدم وأخوك سيد العرب وابنتك فاطمة سيدة نساء العالمين وابناك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعمك حمزة سيد الشهداء وابن عمك ذو الجناحين جعفر إنه جعفر الطيار وابن عمك ذو الجناحين يطير مع الملائكة حيث يشاء وعمك جلدة بين عينيك وصنو أبيك إنه العباس النبي هكذا وصف عمه العباس بأنه جلدة ما بين عينيه ومن أنه صنو أبيه صنو أبي رسول الله وعمك جلدة بين عينيك وصنو أبيك وابنوا شيبة لهم السدانة أنت أعطيتهم السدانة هي كانت لهم في الجاهلية والنبي أعطاها لهم أعطاها لهم يقولون له يا رسول الله من أنك تتصرف كما تشاء فما لسائر قريش والعرب إنك أخذت كل شيء لك ولعائلتك فما لسائر قريش والعرب فقد أعلمتنا في بدء الإسلام أن إذا كنا آمنا بما تقول كان لنا ما لك وعلينا ما عليك النبي قال هذا الكلام ولكنه يقصد حقوق الحياة الدنيوية فأطرق رسول الله طويلا ثم رفع رأسه فقال ما أنا والله فعلت بهم هذا بل الله فعل بهم هذا فما ذنبي هل تشخصون الواقع الذي كان يدور حول رسول الله إنه الحسد 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 القاتل فأطرق رسول الله طويلا ثم رفع رأسه ماذا يجيب هؤلاء كيف يتعامل معهم فقال ما أنا والله فعلت بهم هذا جعفر الطيار هو الذي قدم يديه في المعرك فقطعت الله عوضه بجناحين لماذا أنت تعترض لماذا تعترضون يا أولاد الحرام لماذا تعترضون فقال ما أنا والله فعلت بهم هذا بل الله فعل بهم هذا فما ذنبي فولى النظر ابن الحارث وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأنزل الله مقالة النظر ابن الحارث ونزلت هذه الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إلى قوله وهم يستغفرون فبعث رسول الله إلى النظر ابن الحارث الفهري فأحضره وتلا عليه الآية فقال يا رسول الله إني قد أسررت ذلك جميعا أنا ومن لم تجعل له ما جعلته لك ولأهل بيتك من الشرف والفضل في الدنيا والآخرة فقد أظهر الله ما أسررنا به أنا والمجموعة المنافقة ويتحدث عن المجموعة المنافقة الذين يدور الحديث عنهم في هذه الحلقات في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة القادمة فقال يا رسول الله بعد أن تلا رسول الله عليه الآية يا رسول الله إني قد أسررت ذلك جميعه أنا ومن لم تجعل له ما جعلته لك ولأهل بيتك من الشرف والفضل في الدنيا والآخرة فقد أظهر الله ما أسررنا به أما أنا فإني أسألك أن تأذن لي فأخرج من المدينة فإني لا أطيق المقام بها لا يطيق المقام بها حسدا لمنزلة رسول الله ولمنزلة أهل بيته فإني لا أطيق المقام بها فوعظه النبي وقال إن ربك كريم فإن أنت صبرت وتصابرت لم يخلك من مواهبه فرض وسلم فإن الله يمتحن خلقه بضروب من المكاره ويخفف عن من يشاء وله الخلق والأمر مواهبه عظيمة وإحسانه واسع فأبى النضر بن الحارث وسأله سأله الإذن سأله الإذن أن يخرج من المدينة فأذن له رسول الله فأقبل إلى بيته النضر ابن الحارث الفهري فأقبل إلى بيته وشد على راحلته ثم ركبها مغضبا وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فلما صار بظهر المدينة صار خارج المدينة فلما صار بظهر المدينة وإذا بطير في مخلبه جندلة الجندلة الصخرة الصغيرة وإذا بطير في مخلبه جندلة فأرسلها عليه فوقعت على هامته ثم دخلت في دماغه وخرجت من جوفه خرجت من جوفه خرجت من دبره ووقعت على ظهر راحلته وخرجت من بطنها من بطن الناقة فاضطربت الراحلة وسقطت وسقط النضر بن الحارث من عليها ميتين مات هو وناقته فأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج هؤلاء كافرون هذا كافرون والمجموعة التي معه مجموعة كافرة لكن النضر بن الحارث لم يكن ضمن مجموعتهم التي اتفقت على برنامج المؤامرة في تلك الصحيفة المشؤومة وبعد ذلك نفذوه في سقيفة بني ساعد فبعث رسول الله بعد ذلك إلى المنافقين الذين اجتمعوا ليلا مع النضر بن الحارث قبل أن يخرج من المدينة فتلى عليهم الآية وقال خرجوا إلى صاحبكم الفهر حتى تنظروا إليه فلما رأوه انتحبوا وبكوا وقالوا من أبغض علي وأظهر بغضه قتله علي بسيفه يشيرون إلى الذين قتلهم أمير المؤمنين في غزوات رسول الله ولذا كانوا يسمونه بقتال العرب وقالوا من أبغض علي وأظهر بغضه قتله علي بسيفه ومن خرج من المدينة كهذا الناضر بغضا لعلي أنزل الله عليه ما نرى فماذا نصنا هم يرون الحقيقة أمام أعينهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من شيعة علي مثل سلمان وأبي ذار والمقدات وعمار وأشباههم من ضعفاء الشيعة فأوحى الله إلى نبيه ما قالوا فلما انصرفوا إلى المدينة أعلمهم أعلمهم رسول الله فحلفوا بالله كاذبين أنهم لم يقولوا فأنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا إنها الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة التي تلوتها عليكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة فأنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بظاهر القول لرسول الله إنا قد آمنا وأسلمنا لله وللرسول فيما أمرنا به من طاعة علي وهموا بما لم ينالوا من قتل محمد ليلة العقبة إنها عقبة تبوك فيما هموا بإخراجي وإخراجي وإخراجي ضعفاء الشيعة من المدينة بغضا لعلي وتغيضا عليه وما نقم لازالت الآية تتواصل في المعنى والإمام يبين مضمونها وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بسيف علي في حروب رسول الله وفتوحه كما ذكرت لكم قبل قليل من أن عبد الله بن عمر في البخاري وغيره يقول ما شبعنا حتى فتحت خيبة وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بسيف علي في حروب رسول الله وفتوحه فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير فلما تلاها رسول الله قالوا تبنا يا رسول الله بألسنتهم دون قلوبهم ومن هنا ومن هنا فإننا نقول عنهم بأنهم منافقون هؤلاء كافرون من جهة من الجهاد كفروا بالغدير ومنافقون لأنهم كانوا يكذبون على رسول الله يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر اجمعوا هذه المعطيات اجمعوها اجمعوا هذه المعطيات الحديث مشحون بالمعلومات لكن وقت الحلقة صار طويلا اجمعوا بين هذه المعطيات التي وضعتها بين أيديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وانتظروا بقية المعطيات في حلقة يوم غد ان شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر